النهاردة الدوليين انتظموا في مراني الاهلي استعدادا لمباراة المريخ النهاردة خلاص العيبة الدولية محمد الشناوي عمر السلية شريف ياسر إبراهيم محمد مجدي أفشا محمد هاني كان النهاردة أول يوم في وجودهم مع النادي الآلي في التدريبات بعد ختام الأجندة الدولية مع منتخبنا الوطني واللي تأهل بشكل رسمي لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون يناير من العام القادم أيضا كمان سناء المنتخب الولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بكهم النهاردة شاركوا في المران الجماعي بينما طبعا شارك صلاح محسن ومصطفى شبير في المران الجماعي بالأمس المالي أليو ديانج بعد ما خلص مشاركاته مع منتخب بامالي انتظم النهاردة في التدريبات ووصل القاهرة وأقرم توفيق اكتفى بتدريبات في الجيم التأسيم النهاردة كان التأسيم قوي جدا للعاب النادي الأهلي استعدادا لمباراة المريخ وكان فيها تركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمباراة المريخ هيكون فيه تدريبين فقط في السودان بكرة التدريب الأساسي والرئيسي على ملعب الجوهرة الزرقاء ملعب المباراة ساعة واحدة الظهر ده الموعد الرسمي لتدريب الفريق غدا إن شاء الله يوم الجمعة هيكون فيه تدريب على إحدى الملعب الفرعية لسه الجهاز الفن هيحددها أول ما يصل إلى السودان لأن المباراة إن شاء الله هتكون يوم السبت ويوم الجمعة صعبة تتمرن على ملعب المباراة في مباراة ما بين الهلال وصندونز الساعة 3 العصر أيضا بعد تغيير موعدها زي ما أعلمنا هذا الخبر بالأمس